أسرار عن اللواء زاكي بدر أبرزها قصة حبسي لمرتضى منصور وسر تعينه بعد أزمة ضخمة اللواء أحمد زاكي بدر هو رابع وزير دخلية في عصر مبارك وواحد من أقوى وزارة دخلية في تاريخ مصر ممكن ناس كتير بتختلف على طريقته وناس تانية كانت بتشوفوا غليز في التعامل مع زميله أو المعارضة لكن ده ما ينفيش دوره في محاربة جماعات الإرهاب حكايات وأسرار عن أشد من تربع على رئاسة الشرطة المصرية في التاريخ وعلاقته بمرتضى منصور هنكشفها بس بعد الفاصل زاكي مصطفى بدر ابن قرية منشأة عصام مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية اتولد في 28 فبراير 1926 هو رابع وزير دخلية في عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد اللواء النبوي إسماعيل اللي جي وراه اللواء حسن أبو باشا وبعده اللواء أحمد رجدي اتسلم عمله في أول مارس سنة 1986 وتمت إقالته بعدها بأربع سنين واختيار زاكي بدر وزير دخلية بعد ما كان محافظ أسيوت جي بعد ما وقفه في التصدي لأحداث الأمن المركزي سنة 1986 ووقتها فتح المياه بتاعة الأناطر فأسيوت عشان يوقف زحف العساكر للمدينة خنائته شتايم كتير قدام كاميرات التلفزيون والصحافة رسمت شخصية زاكي بدر القوية ورغم هجوم المعارضة عليه بشكل متواصل إلا إنه كان محبوب وسط زميله والزباط الصغيرين اللي شافوا فيه قوة شخصية ملفتة عن أي وزير دخلية سابق برغم تعدد مواقف زاكي بدر ضد المعارضة هو كمان وهجومه عليهم بشكل مستمر سواء تحت قبة البرلمان أو برها إلا إن غلزته وشدته اللي اشتكوا منها وصوروها كأنه شطان كان لها سبب اللواء زاكي بدر تولى الحقيبة الوزارية للدخلية في وقت صعب كانت فترة انتشر فيها الإرهاب بشكل كبير وتزايدت الأعمال الإرهابية وعمليات الإختيالات للوزراء والمسؤولين كان بينها اللواء حسن أبو باشا وزير الدخلية الأسبق اللي تعرض لمحاولة اختيال في مايو 1987 بعدها بثلاث شهور بس حاولت جماعة الإرهاب كمان اختيال اللواء محمد النبوي إسماعيل وزير الدخلية الأسبق وفي يوم 16 ديسمبر سنة 1989 صحي سكان القاهرة على صوت انفجار عربية نص نقل في طريق صلاح سالم كان المقصود بيها استهداف موكب الوزير وزير الدخلية زاكي بدر وبعد نجاته من الحدثة طلع زاكي بدر على البرلمان عشان يحتر جلسة بيان الحكومة في رسالة كانت الأهم وقتها للإرهاب ما يهمنيش أما عن خناقات زاكي بدر مع المعارضة فكانت كثير ومحتاجة كتب وروايات عنها كان أبرزها طبعاً خلافه مع نواب حزب الوفد داخل مجلس الشعب وضربه للنائب طلعة رسلان اللي كان بيحاول يقوله ما يجبش سيرة فؤاد سراج الدين اللي كان رئيس الحزب وقتها وكان زاكي بدر أول من أصدر قرار بالقبض على مرتضى منصور اللي كان وقتها مجرد محامي عادي لكنه كان محامي الريان واللي كان عنده أزمة كبيرة بسبب أضايا توظيف الأموال وده السبب الرئيسي اللي بيخلي مرتضى منصور مش بيسيب مناسبة إلا ويهاجم زاكي بدر فكان يطيء العمى ولا يشو زاكي بدر قدامه لو عجبتك الحكاية شير كتير مع صحابك واستنونا في حكاية جديدة من عين مصر